اتفضلي هو ايه الفرق ما بين النبي والرسول الفرق بين النبي والرسول ان النبي بيوحى اليه فهمه وينزل عليه الوحي ممكن لنفسه بس يعني ربنا ما يقولوش بلغ الناس قول للناس علم الناس هو يصل الى درجة النبوة والوحي ربنا يرشده يعبد ربنا ازاي ممكن هو والاسرة بتاعته زوجته واولاده ممكن ان هو والاسرة بتاعته والشارع اللي هو ساكن في ايه كان زي بقى انبياء بني اسرائيل كان بيحصل معهم كده ممكن هو والمدينة اللي هو ارسل اليها بس المدينة فقط فلما يرسل في مدينة معينة يبقى المدينة كلها يروح يقولهم انا نبي وكذا الى اخري الرسول لا بقى الرسول للقوم كلهم لكل الامة كبيرة فسيدنا موسى ارسل لبني اسرائيل بني اسرائيل دول كانوا كتار ارسل اليهم سيدنا المسيح ارسل لبني اسرائيل كانوا كتار امة كبيرة جدا ولذلك الفرق بين النبي والرسول ان النبي ممكن يكون الاطار بتاعه الدائرة بتاعته محدودة كده لكن الرسول ممكن يكون الاطار بتاعه كبير جدا لغاية ما يشمل البشرية كلها زي ما سيدنا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كل الناس ارسل اليهم النبي فيبقى رسول ناخد سؤال تاني